اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري كل عام وحضراتكم بخير كل سنة والشعب المصري بخير وسلام والشعوب العربية والشعوب الاسلامية بخير وسلام يا رب العالمين وقفت عرفات النهاردة كل ست بيت مش فضية ما عنداش وقت وفيه بكرة فتة وفيه لحمة وفيه زحمة وفيه عيديات وفيه ناس تعيد على بعضينا وصلة الرحم وجبراد الخاطر دور الشي في المغاز النهاردة يعمل شوية حلويات وتعملون من النهاردة يفضل يعني يبقى عندك موجودين الصبح احسن ما تقول الجوزك هات دست الجاتو او هات تورطاية هات لنا شوية حلويات ايه المشكلة لما تعملي صنف من اللي انا هعمله مش مطلوب منك تعملي الاربعة دول مثلا يعني عند النهاردة بسكويت بالبرطوان عصر برطوان بشرة برطوان شوية زبدة التركية بتاعت المغاز اللي تخلي البسكويت ما ارمش وللطيف وزي الفل معانا القرص الطرية اللي بتتعامل بالطمر او بالعجوة لطيفة وجميلة واحنا عندنا الطمر والعجوة بتاع الوحات والسينة عند البقال عند الفكاني موجود هتجيبي ديق وزبدة وسامنة بلدي وتعمل شوية قرص حلوين معانا كمان مهلبية بالشوكولات انا بعشقها مهلبية بالشوكولات دي بقت لطيفة كده بعد الفتة بكرة الصبح وبعد كبدة الخروف ناكل شوية مهلبية بالشوكولات لطيفة وحلوة بتعم الفانيليا وما تنسوش كمان النهاردة معانا جوز الهند جوز الهند لما بتتعامل شكلامة او بتتعامل بسكويت برضو بتبقى طعمها لطيفة انا اخترت الحلويات السهلة اللي تقدر كل ست بيت في الريف المصري في السعيد المصري في كل انحاء العالم تعملها بدون تكلفة وبسيطة وسهلة لو روحت الواحد حلواني او محل حلويات او محل اشهر محلات الحلويات مش هتلاقي الحلويات اللي انا اعملها النهاردة سهل جدا تلاقي ترطاية وتلاقي باسماء مختلفة وتلاقي جاتوهات وتلاقي حاجات كتير قوي احسن اللي انا هعملها بس طعم ايدك وحلوة ايدك يا امي وبركة ايدك ده موضوع تاني يختلف فعايزك تعمل الحلويات بتاعة العيد الكبير غير فتة العيد عندنا كمان مهلبية بالشوكولات واحنا نشغلل مع بعضك نعملها ازاي عم الشيفة نشوف مقادل المهلبية بالشوكولات على الشاشة حلو حلو فيها مضرب والمضرب ده ما فيوش لا ريحة بصل ولا ريحة توم موجود معانا زي الفلة او هخليكي تعمليها بطريقة سهلة خالص المهلبية يا شيف مغازي بتكلكع مني المهلبية بتجمدش في التلاجة وتبقى لطيفة زي بتاعة برا وانا معاك اوات زي الفلة خليكي تعملي احلى مهلبية بتركاية بسيطة خانصة اول حاجة عد حليب بيغلع على النار او طبعا مسخنه ومحضروه او والمهلبية دي هتاخد شوية ايه عم الشيف هتاخد منه شوية كريمة لباني او زبادي بصراحة كريمة لباني او زبادي هتبقى لطيفة وجميلة شكرا يا امولة حلو اه ولا هاو زي الفلة تعالوا مع بعض اه لسا زهبة معلش تعالوا مع بعض لحط الحليب على النار ونحط السكر بتاع المهلبية على النار الله اعزاب الشوكولات اهلا وسهلا اعزاب الفانيليا بس اهلا وسهلا ندوب السكر حل شوية الفانيليا الحلوين علشان طبعا الطعم بتاعنا وناخد النشا مع شوية حليب برا قادي النشا في شوية حليب برا كده مع مكعبين زبدة زبدة على المهلبية اه اه ست تجربي وقول لي رأيك فيها ايه بجد يا شيف ده حاجة جديدة دي اه ندوب ده كده اه هينزل دلوقتي على الحليب المغلى على النار معانا كاكاو معانا كاكاو اه انا ليه حتت زبدة لان هي بالشوكولات والشوكولاتي بتشتري نوع من انواع الكاكاو جايد الصنع فبيدي طعم للايه اه ها قلب توم كده بنزلهم على الحليب اللي بيغلد بسم الله الرحمن الرحيم كده انا عملت المهلبية بالشوكولات سهل خالص في ثلاث دقاية اسهل من عمال كوبات الشاي وعملت نوع حلويات برضو لو لوفيتي محلات الحلويات كلها اللي في الدنيا مش هتلاقيه غير عندك انتو بس للامانة اه نقلبهم مع بعض طلعت المهلبية حلاوة الله الله على الريح الحلوة ريحة الكاكاو مع الحليب المغلي مع مكعب الزبدة الحلو اه مع الشوكولات الفانيليا اه بتنقلب كده لغير ما لما تاخد القوام بتاعها اه بجيب شوية الكاسات عايزة بقى تحط شوية مكسرات دي بتاعتك شفت القوام بدأ يطلع ازاي بص عالقوام بص 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 عالتقل يا وادية تقيل مهلبية بالشوكولات اه 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 شفت الطعم والحلوة برضو ما فيش جديد هنا ما هنعملها قبل كده يا شيف مغازي ودائما انا بتفرج عليك وبفتح شاشة القناة الاولى وفضاء المصرية واعزين حاجة ركاية كده اللي هو الطعم الجديد تفاصيل صغيرة ولكن طعم كبير وطعم جديد خد عندك بقى يا اما كريمة لباني يا اما زبادي طب دا يا عم تشيف دا للامانة كريمة لباني اه بقتنا هلبية الله شفت الحلوة شفت الجمال اه عينية اه شفت الحلو دا كده هنغرفه دلوقتي ودائما الكريمة اللبانة تنضف في الاخر اه دي جهزة للأكل للامانة راحب اكلها ويقى سخنة حكاية اه اه شفت الكوان بص بص غالي بص حبيبي بص جميل اه بص اه اه هذه المهلبية بتاعت زبدة نعمة ازاي زي الفون هسا ازا حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع نغرف المهلبية مع بعض نحط عليها فصدق نحط عليها مكسرات نحط عليها شوية حب كل عام وحضراتكم بخير واللي بنى مصري في الاصل حلواني ماردة حلويات وبس او اتراها بعيد تابعوني بعد الفصد موسيقى 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 ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل لما بقول مكعب زبدة على المهلبية بالشوكولات لازم تسمعوا الكلام موسيقى 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 كاكاو حليب نشا سكر فانيليا متنسيش مكعبين زبدة يعني تقريبا معلقة اكل كبيرة على المهلبية اه هي ديت ركاية بقى ده الجديد بتاع المغازي اه جربيها نعم يا غالب سؤال حلواجيه دايما بتجيب انت الأسلة اللي في الزحمة اه بيقول لي ان ينفع نحط الزبدة دي على المهلبية من غير الشوكولات لا ماينفعش هي بس اللي واخد الشوكولات هي اللي تاخد زبدة حلو؟ اه البرزنتيشن بقى والشكل والجرنش والديكور دي بتاعتك انت بقى معانا الشوكولاتة معانا شوية فوزدق حلوين لا الطبقة المهلبية ده حكاية اما انا ده عايز بعد طبقة الفتة بكرة او بعد الكبدة الصبح شوية فوزدق حلبي اغدر كده حلوين ممكن تخلي الفوزدق ده برا وقت التقديم يعني ما تخلوش في التلاجة معانا الشوكولاتة عاية برده مش عايزة اللي ده ولا ده حط شوية فوكه عندك حبتين فراولة حتيهم اه ممكن تحط فوكه عادية فيش مشكلة خالص ده كده المهلبية بتاعت جاهزة حلو الكلام؟ بس كويت البرتقان جاهز تسألوا راح فين؟ حاضر يا غالي دي المهلبية والله شوية المهلبية دول حكاية هنأكل لحمة العيد بقلبي جامد عارفين هنحلي ونحلي منين؟ من انتاج البيت